اشتركوا في القناة ومن هذه الحلول لوحة القيادة الحية المباشرة التي تم تطبيقها والبدء باستخدامها كمرحلة أولى للتعاون المشترك مشروع رائد حقق نقلة نوعية في أسلوب العمل بشركة أسري والتي عملت على تطوير أنظمتها البرمجية بشكل متواصل لضمان مواكبة المتطلبات الجديدة والاستفادة من آليات الذكاء الاصطناعي في عملية تحليل البيانات فهذا المشروع الذي انطلق بالتعاون مع مركز سمو الشيخ ناصر للبحوذ والتطوير في الذكاء الاصطناعي حقق نجاحا باهرا في تلبية متطلبات الشركة تم إبرامة تفاقية بين شركة أسري ومركز سمو الشيخ ناصر للذكاء الاصطناعي لوجود حلول في مجال الذكاء الاصطناعي بناء على هذا تم إنشاء لوحة قيادة مباشرة تراقب الاستهلاك المباشر وتقارن المعلومات مع المعلومات التاريخية للشركة وتنبه قسم الصيانة على أي استهلاك غير عادي ونسعي في المستقبل توسعت هذا التعاون مع مركز سمو الشيخ ناصر لوجود حلول أخرى تساعد الشركة ودائما دائما نسعي لاستخدام الكفاءة المحلية للوصول إلى إنجازات عالمية هذا المشروع المشترك والذي انطلق تحت عنوان لوحة القيادة المباشرة حقق تقدما ملحوظا من حيث قدرته على التحقق من المخاطر وعرض البيانات التاريخية على شكل إحصائيات ورسوم بيانية بالإضافة لأعداد الإشعارات ومجموعة من العمليات الحسابية لاستهلاك الطاقة وتحليل البيانات وعرضها بطريقة فاعلة تقيق نتائج إيجابية في هذا المشروع بدأنا بالعمل على دراسة بعض المشاريع في المجال للذكاء الاصطناعي من أبرزها الاستعانة بالطارات المسيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الأضرار في هيكل السفن والتحديد مواضع الصيانة بكفاءة عالية إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى التي تشمل مجالات متعددة كالموارد البشرية والإنتاج وإدارة المشاريع بالنسبة لحلول الذكاء الاصطناعي التنبؤي في مجال استهلاك الطاقة والتي تم بناؤها وتطويرها ومن ثم تثبيتها بمراكز الطاقة الكائنة بمرافق أسري والتي تعد أولى المشاريع القائمة بين الطرفين فقد أسهمت بشكل ملحوظ في خوض تكاليف استهلاك الطاقة حيث تعمل هذه التطبيقات على معالجة وتحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة ودقة لتحسين التنبؤ وتوقع المشاكل المحتملة بما يدعم توجيه شهود نحو الحلول الفعالة مواكبة التطورات التكنولوجية وإيجاد طرق متنوعة وحلول ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي قدمها المركز لشركة أسري يؤكد على إن فكرة هذا المشروع قد حققت نجاحاً لافتاً على أرض الواقع يعد الإنخراط في المشاريع الملعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة خطوة استراتيجية لمواكبة آخر التطورات التقنية التي تدعم الارتقاء بأداء الشركة وتعزيز مكانتها الريادية في القطاع البحري العالمي وقد جاء هذا التعاون ليحقق هذا الهدف خول الإيرانيز مركز الأخبار تلفزيون البحرين